قوة جوية ألمانية ثورية يرأسها هتلر لتبيد الأعداء من السماء ها هي بديعة مميطة وقوية بارتفاعها هذا هي أكثر القوى الجوية فعالية في الحرب العالمية الثانية سرعتها 580 كم لم يكن لها مثيل آنذاك انشئت من لا شيء طورت في السر تابعها هتلر تدفع الإبداع والتقنية إلى حدود جديدة طائرة AR-234 هي أول وآخر قاذفة النفاثة في الحرب العالمية الثانية هذه قصة قوى هتلر الجوية تعود أصول قوات هتلر الجوية إلى أوائل عشرينيات القرن المنصرم أقل من عقد بعد هزيمة ألمانيا المذلة في الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى نصت معاهرة فرساي على منع الألمان من تكوين جيش قوامه أكبر من مئة ألف شخص وهذا جيش صغير بالتأكيد بمعايير عشرينيات القرن الماضي وعلى عدم استحواذهم على أي قوة جوية أيضاً والهدف هو ضمان عدم عودة ألمانيا إلى حرب ثانية لكن بعدها مباشرة ظهرت نواد للطيران الشراعي المدني في أرجاء ألمانيا تبدو مسالمة إلا أن هدفها الحقيقي كان التقاط المواهب اليافعة من أجل قوة جوية ممنوعة جديدة في أوائل الثلاثينيات كانت إعادة تسلح ألمانيا سراً قيد التنفيذ ثم في يناير من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين وصل هتلر إلى السلطة أحد أول إجراءاته كمستشار هو تعيين مؤيده وصديقه العزيز هيرمان غورينغ وهو خبير طيران من الحرب العالمية الأولى ليبني قوة جوية ألمانية جديدة كلياً اللوفت فافا غورينغ نازي مهم حتماً وزميل لهتلر شخصيته ساحرة ولامعة إنه انتهازي وذكي جداً إنه رجل يفعل المطلوب وهو عنصر فعال حيوي وهذا الشخص بذاته هو الذي تحتاجه عندما تحاول إنشاء قوة جوية جديدة يبدأ غورينغ فوراً بزيادة إمكانات اللوفت فافا فيأمر بصنع طائرات جديدة ويبدأ بحركة تجنيد لطيارين متدربين ثم في مارس من عام 1935 يكشف غورينغ على نحو مثير عن وجودية اللوفت فافا السرية مسبقاً إلى العالم عندما أعلن غورينغ وهتلر عن ولادة اللوفت فافا الجديدة توقع موجة احتجاجات عالمية وخصوصاً من الحلفاء القدامى في الحرب العالمية الأولى لكن في الواقع لم يهتم أحد على الإطلاق مضى 16 عاماً على معاهدة فرساي ولم يكن لدى الحلفاء القدامى أي نية لفعل شيء حيال ذلك وببلوغ الإنتاج العسكري ذروته يزور هتلر وغورينغ منشأة اختبار اللوفت فافا السرية في راكلين هناك يشهدان عرضاً لأحدث الأسلحة ويشاهدان تصاميم طائرات ألمانيا الجديدة قيد العمل دليل العمل الرائد الذي انتدى على مساحة 150 كيلو متراً لا يزال موجوداً يستكشف عالم الآثار الحربية توني بولرد ما تبقى من منشأة اختبار اللوفت فافا الفائق السرية كل ما يمكنكم رؤيته على مدى كيلو مترات اليوم في راكلين هو تلك الأشجار غابة شديدة الكثافة لكن في ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي كانت خلية تماماً هذا كله نتيجة لتشجير ما بعد الحرب يمكنني رؤية هذه الحفة والنظر إلى هذا معلم استثنائي ما زال قائماً في الغابة ومن الواضح أنها حفرة نتيجة من قنبلة ونعلم من موضعها هنا في راكلين أن اللوفت فافا هي التي أسقطت هذه القنابل كان هذا المكان مهماً حقاً لاختبار كل من أثر القنابل والحماية ضدها وهذا ما نراه حقل قصف جوي ليست غابة اعتيادية لأنه في كل مرة تزورها ترى المعالم الشديدة الغرابة انظروا إلى هذا التصدع المذهل وكأنها تأثيرات خاصة من الأفلام في العادة سأقول إن القذيفة التي ضربت هذا الجانب من الحائط قد هبطت على الجانب الآخر لكنها لم تكن كذلك فقد جاءت من هذا الجانب وانفجرت أثناء ولوجها إلى بنية الجدار يختبرون هنا نوعاً محدداً من القنابل كانت الفكرة أن تقذف من الطائرة القاذفة ستوكا وكانت جيدة فعلاً في الاختراق فقد فتحت هذا الشيء خارجاً وكأنها بتلات زهرة مفتوحة على الرغم من قوة الاستدام لم تستطع اختراقه لكنها تبدي إمكانات عظيمة في الواقع سأعود إلى الخلف قليلاً لأن هناك كتلاً إسمنتية ضخمة متعلقة هناك في الهواء بعبور هذه الغابة لا يسعني إلا أن أصف هذا الجزء بأنه خراب من الصعب فهمه هناك ركام في كل مكان دلائل على غرف محصنة تحت الأرض وحجرات أجزاء من جدران لكن ما أدهشني حقاً هو الغرفة الإسمنتية ذات الشكل القاربي هذا فيها جدران من الجانبين وواحد هناك لو لا الصور لما عرفنا أبداً ماذا تكون لن تحذر أبداً ماذا كانت لكننا نعلم أنها كانت على جانبي بناء يشبه الهنجار يعل هذا الصرح محرك طائرة وكانت تختبر هنا ستتوافر أدوات علمية في خلية تحته تراقب أداءه يعود هذا إلى عام 31 عندما كان تطوير القوى الجوية ممنوعاً على الألمان بأي شكل كان لذا فهم يخرقون المعاهدة وهذه هندسة ألمانية عالية التقنية حقاً وهو مجرد موقع اختبار واحد من أصل 12 موقعاً في هذه المنطقة فقط بحلول أغسطس من عام 1939 امتلكت القوى الجوية الألمانية الجديدة أكثر من أربعة ألاف طائرة وطاقماً يقارب الأربعمائة ألف وبعد شهر واحد تغزو ألمانيا بولندا تقود الأففاف الهجوم وهي التي كشفت منذ أربع سنين وحسب وباستخدام قاذفات ستوكا العالية الدقة لتدمير الأهداف الأرضية مهدت المدفعيات الجوية طريقة لقوى المدرعات كي تخترق الدفاعات البولندية بسهولة هذا المزيج الخارق من السرعة والقوة النارية أصبح معروفاً باسم البلتس كريك أو الحرب الخاطفة تقود لوفتفافا الألمانية الطريق كي يتبعها الجنود والدبابات والقوى الألية وتحتل البر دمرت لوفتفافا جميع الأهداف المطلوبة بالكامل بما فيها القوى الجوية البولندية وينتهي وجود بولندا كدولة مستقلة خلال ثلاثة أسابيع تقريباً تلتفت أنظار هتلر الآن إلى احتلال أوروبا الغربية ستكون هولندا، بلجيكا وفرنسا أهدافه التالية قريباً الخطة هي تجاوز خط مجنو الحاجز الفرنسي ضد تحصينات المسلحة التي تمتد على طول حدود فرنسا مع ألمانيا بالهجوم عبر بلجيكا المحيدة يأمل النازيون استجرار الحلفاء إلى المعركة هجمة متزامنة من دبابات بانزر في الجنوب ستفصل جيوش الحلفاء وتحاصرهم لكن يوجد عائق كبير في الطريق قلعة ابنمال بناها الجيش البلجيكي في الحرب العالمية الأولى لمنع ألمانيا من الاقتراب مدافع ضخمة لحماية الجسور الثلاثة فوق قناة ألبرد لن يستطيع النازيون تحريك قواتهم إلا بالسيطرة على هذه الجسور الرئيسية وشن هجمة خاطفة على بلجيكا هولندا وفرنسا إذن ها نحن في قلعة ابن إيمال تبرز إحدى الغرف المحصنة من الغابة كانت سلسلة من سبع عشرة غرفة محصنة تحتوي على مدافع بمقاسات متعددة وعيارات مختلفة تتصل جميعها فيما بينها عن طريق شبكة من الأنفاق في العاشر من مايو لعام ألف وتسعمائة وأربعين تقلع إحدى عشرة طائرة نقل ألمانية تحمل كل منها طائرة هجومية من لوففافا متجهة نحو ابن إيمال وفي داخل أسطول الطائرات الهجومية فرقة مهمات من خمسة وثمانين مظليا على ارتفاع خمسمائة وتسعين مترا وقبل القلعة باثنين وثلاثين كيلو مترا تتحرر الطائرات الهجومية انظروا هذه هي قمة قلعة ابن إيمال يمكنكم رؤية الغرف المحصنة كنقة متناثرة حول المكان أرض مسطحة وهي مكان الهبوط الأمثل للمظليين إنها نقطة ضعف القلعة هنا هبط تسعة مظليين بالمجمل وباغت الحامية البلجيكية على حين غره على الأرض الآن على المظليين أن يعطلوا المدافع الهائلة على السطح والمحمية بقبة برجية فلاذية متينة لكن الألمان جلبوا معهم سلاحا سريا يدعى هولودونغ أو الشحنة المقاعرة وهي متفجرات وزنها خمسون كيلو جراما صممت قي تقمط على أي تسليح عسكري كان وتخترقه لكنها لم تستخدم في الحرب قط حتى الآن هذه القبة الشمالية يمكن للهيكل الفلاذي أن يبرز بكامل حتى خمسة وأربعين سنتمترا من الغرفة وتحتوي على مدفع قابل للدوران وعلى سطح القبة يمكنكم رؤية أثار المعركة منذ عام ألف وتسعمائة وأربعين وضع الألمان شحنتين مقاعرتين على سطح هذه القبة كانت القبة مموهة ويمكنكم رؤية شبكة التمويه المحترقة لم يستطع الألمان اختراقها لكن المدفع عن فك وقتل بعض أفراد الطاقم نتيجة الحرارة الزائدة وبعد ذلك انتقل الألمان إلى المهمة التالية هذه هي القبة المائة والعشرون وهي أقوى موضع مدفعي في إبن إيمان أربعمائة وخمسون طن من الفلاث يدور نصفها هذه المدافع سمكها تسعة وخمسون سنتيمترا وترون هنا أن الألمان حاولوا اختراقها بشحنة مقاعرة لكنها لم تعمل في النهاية لذلك أسقطوا شحنات أصغر في سبطانة المدافع ما أدى إلى تعطيل الموضع بأكمله وخلال خمس عشرة دقيقة أطل الألمان كافة المدافع السقفية الرئيسية ومن ثم تجهزوا لتدمير المخرج الوحيد للقلعة ليحبس الجنود البلجيكيين في الداخل نحن الآن على عمق خمسة وعشرين مترا تحت الأرض يمكنكم رؤية آثار شحنة المقاعرة هنا وضعها الألمان هنا مع مؤقت وأرسلت موجات صدم هائلة انظروا إلى نتيجة فعلها كان هذا المخرج مصعد الذخيرة والأدراج وهي محطمة بالكامل بوصول المشاة الألمان لم يكن أمام الجنود البلجيكيين المحبوسين إلى الاستسلام وبفضل لوفتفافا أصبحت الجسور نحو بلجيكا وهولندا تحت السيطرة النازية معركة هولندا التالية استمرت أربعة أيام تبع انتصار الألمان احتلال مبكر لبلجيكا ثم غزى هتلر فرنسا في السماء فوق وسط فرنسا يبحث الطيارون الألمان عن المقاتلات الفرنسية باستخدام ميسرشمت بي أف مائة وتسعة يتفخص جيمس هولندا في حقل طيران بيجن هيل في جنوب شرق إنجلترا أحدى المقاتلات الناجية النادرة من هذا الطراز الأسطوري واحدة من أصل اثنتين من ميسرشمت مائة وتسعة اي في العالم بأسره ها هي مذهلة ومميتة وشكلها مفزع استخدمت بي أف مائة وتسعة لأول مرة في عام الف وتسعمائة وخمسة وثلاثين سرعتها رشاقتها وقوتها النارية ستجعلها أكثر المقاتلات إثارة للرعب في الحرب العالمية الثانية في عام الف وتسعمائة واربعين تمكنت هذه من تحقيق المتطلبات الثلاثة وهدفها الأساسي تحسين أدائها في المعارك الجوية تستطيع التحليق أسرع من أي طائرة أخرى وعند دخولها نطاق المعركة يمكنها توجيه ضربة أقوى والتفادي بسرعة أكبر من أي طائرة حربية أخرى وهذا ما تحتاجون إليه هذا ما يمكنها فعله بامتياز كانت السيطرة على ميسرشمت مهمة شاقة لألاف الطيارين الألمان الحديثي تأهيل من الرائع حقا أن تجلس هنا وتتخيل كيف كان الأمر بالنسبة إلى طيار صغير يخرج في أول مهمة طيران له في واحدة منها لم يكن هناك طائرات ميسرشمت مائة وتسعة بمقعدين في عام الف وتسعمائة وأربعين عندما تنهون تدريباتكم في الطيران تكونون قد فعلتم كل ما في وسعكم تعلمتم نمط القمرى وحذرتم من أي خطر محتمل بينما تمهد لوفتفاف الطريقة للقوات الألمانية البرية كي تندفع في فرنسا تدفع القوة النارية للهجوم الخاطف الحلفاء خلفا نحو الساحل الفرنسي تحت هجمات جوية مكثفة من قاذفات ستوكا أكثر من ثلاثمائة ألف جندي من الحلفاء يهربون من دونكيرك باتجاه بريطانيا في الثاني والعشرين من يونيو تستسلم فرنسا أسر هتلر بنجاح لوفتفافة يدير هتلر اهتمامه نحو بريطانيا ومرة أخرى يزج باللفتفافة التي لم تدرج لأكثر من خمس سنوات فقط في صميم الخطة تحت اسم عملية أسد البحر عن طريق غارات القصف المكثفة على بريطانيا يسعى هتلر إلى تدمير قواها الجوية ر اي اف ليحظى بالتفوق الجوي ليمهد الطريق أمام غزو بري بحري الطائرة الحربية التي ستؤدي دورا مهما في حملة القصف الخاصة بهتلر هي ايتش اي واحد احد عشر وليدة أفكار المصمم الجوي ايرنست هنكل وهي قاذفة سريعة متوسطة القياس يطلب غورينغ عددا كبيرا من أجل لوفتفافة ومن أجل تحصيل هذه المتطلبات بنا هنكل معملا جديدا كليا يستكشف جيمس هولند الانقادة في اورانينبورغ في شمال شرق ألمانيا حسنا تبدو هذه غرفة حراسة من نوعا ما معقلا أو مشابة ترون الكوة هناك حيث سترتكز بندقية أو رشاش ألي ويبدو أن المدخل الرئيسي كان هناك وهو مكمن الحراسة الرئيسي يا للعجب انظروا إلى هذا إنه ضخم فعلا هذا البناء الهائل هو أينفلوغ هالا هنا كانت تركب طائرات ايتش اي مائة واحد عشر وتختبر قبل أن تدخل في الخدمة مع لوفتفافة تملأ ذهن التخيلات حول طائرات هنكل مائة واحد عشر وهي تجر إلى الخارج من هنا على هذا الطريق نحو المدرج والآن انظروا إليها مهجورة وحسب في ذروة شغالها كان هناك 12 ألف شخص موظف هنا في معامل هنكل أكثر من ألفي طائرة ايتش اي مائة واحد عشر أخرجت من هذه الأبواب أربعمائة واثنان وخمسون منها فقط في السنة الأولى من الحرب كانت مبلية بشكل أساسي من العوارد الفولاذية أبواب الهنجار من الجانب الآخر وكما يمكنكم تخيله تستطيعون فتح المكان بأكمله إنه الآن فارغ تماما وساكن لكن لابد أنه كان أشبه بخلية نحلم من النشاط في الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى نهاية الحرب تقريبا في الثلاثين من يونيو لعام الف وتسعمائة واربعين أعطى جورينغ أوامر للوفتفافا بتدمير آر اي اف لكن قاذفات هنكل كانت تحتاج إلى مقاتلات كي ترافقها وتحميها يستعد طيارو ميسر شميت في المطارات عبر أرجاء شمال فرنسا ليعبروا القناة الإنجليزية للمرة الأولى سيقضون هناك على آر اي اف فيما سمي لاحقا معركة بريطانيا في العاشر من يوليو غادرت أول موجة من طائرات الألمان شمال فرنسا نحو بريطانيا ابتدأ غزو الوفتفاف الجوي بهجمات على الناقلات الموانئ ومحطات الرادار ثم استهدفت قواعد آر اي اف بدأ الألمان معركة بريطانيا بكمية هائلة من الثقة لأنهم قد هزموا الجميع قبلها حتى ذلك الحين كان جورينغ واثقا بقدرته على تدمير آر اي اف خلال أربعة أيام لكن تبين أن قاذفات ستوكا الهائلة من لوفتفافا كانت هدفا سهلا بالنسبة إلى مقاتلات آر اي اف الأكثر سرعة وبعد ستة أسابيع انسحبت طائرات ستوكا من المعركة لكن استمر قصف قواعد آر اي اف الجوي بطائرات مثل اتش اي مائة وأحد عشر ثم في الرابع والعشرين من أغسطس غيرت حادثة واحدة مجرى الحرب قصفت لوفتفافا مركز لندن سقطت أول قذيفة على لندن بالخطأ وكان مجرد طاقم أضل طريقه لكن مجلس الحرب البريطاني طالب برد في الليلة التالية لذا أقلعت القاذفات وقصفت برلين واستشاط هتلر غضبا في سبتمبر شرعت اللوفتفافا بشن غارات كثيفة على لندن ومدن كبرى في أرجاء بريطانيا لكن تبين فيما بعد أن خطة هتلر وغورينج الجديدة كانت غلطة كارثية فشل الألمان في التخلص من منظومة التتبع بالرادارات البريطانية لذا تمكن الار ا اف من توقع وجهة تشكيلات لوفتفافا إذا كان لديكم تشكيلات مختلفة تهاجم مجالات جوية مختلفة فمن الصعب أن تغطوا جميع الأماكن لكن إن رأيتم تشكيلة كبيرة فوق كينت فواضح أنها تتجه إلى لندن ويصبح تنظيم الدفاعات أمرا سهلا وهذه أفضلية ر اي اف الحقيقية في الخامس عشر من سبتمبر لعام الف وتسعمائة واربعين أطلقت لوفتفافا أكبر غارة لها على لندن وواجهتها قوات اري ا اف التي لا تعرف التهاون دمرت 61 طائرة ألمانية في يوم واحد وتضرر الكثير مما تبقى أجل هتلر غزو بريطانيا لعدم قدرته على تكبد خسائر كبيرة كهذه هذا أول فشل لألمانيا في الحرب وحمل هتلر غورينغ شخصيا مسؤولية ذلك أساء غورينغ تقدير قوة بريطانيا على نحو كبير لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن لديهم أفضل منظومة دفاع جوي متكاملة التنظيم لم يسبق للعالم أن رأها وتغاضى تماما عن الأفضلية الهائلة التي انتلكها البريطانيون فوق أرض وطنهم خسارة معركة بريطانيا كانت أولى نقطة تحول في مجرى الحرب وجدت لوفتفافا نفسها في وضعية دفاعية أمام هجمات الحلفاء وسيلهم خطر الاندثار بعضا من أكثر تصاميم الحرب العالمية الثانية ثورية وإثارة للجدل في ربيع عام 1941 كثف R.A.F. غارات القصف على ألمانيا بازدياد الضحايا المدنيين يوميا يعود الأمر إلى لوفتفافا كي تطور طرقا جديدة لحماية الحشود ما زالت أدلة أعمالهم الرائدة تكسو هذه الغابة في راكلين منشأة اختبار لوفتفافا استررية يمكنني رؤية شيء ما يرتسم في الغابة وأعتقد أن هذا ما كنت أبحث عنه تعرف هذه بالبيوت البيضاء وهي ملاجئ تجريبية ضد القصف توضع في الطوابق البرجية والشقق لتؤمن الحماية ضمن المبنى بدلا من أسفله وهذا ما كان شائعا كملجأ غارات جوية باقتراب منها ما يلفت نظر حقا هو كومة الحطام حولها هذا والتي تبين بالتدقيق فيها أنها كانت أبنية ذات مرة على عكس الأبراج التي صمدت وبقيت سليمة تماما فقد سويت هذه بالأرض كليا وذلك بواسطة القصف والأمر المهم حيال راكلين هو أن لوفتفافا أجرت شتى أنواع التجارب وبالنسبة إلي فهذا مثال على البراعة التي كانت تنفذ هنا بلغ عمر لوفتفافا الرائد الآن ست سنوات وتقود الخرب منذ منتصف مدة وجودها القصيرة وكانت على وشك بدء القتال على جبهتين بينما تستمر في حملة قصفها لبريطانيا ستقود لوفتفافا غزو هتلر لاتحاد السوفيتي هنا ستعود ألف طائرة حربية ألمانية مدعومة بالقوى البرية إلى أساليبها المجربة والفعالة الهجوم الخاطف في الثاني والعشرين من يونيو لعام ألف وتسعمائة وواحد وأربعين بدأ غزو الاتحاد السوفيتي كانت قاذفات الوفتفافا جزء من أول موجة هجوم من بينهم طيار يونكرز ثمانية وثمانين كلاوس هبلن وطاقمه أقلع المحرك مهمتهم ضرب مطارات السوفييت بهاجمات سريعة ومفاجئة لتحييد القوة الجوية للعدو نقترب من الهدف انتبهوا لمقاتلات العدو الهدف أمامنا أراها في مجال تصويبنا أطلقت القنابل إصابة مباشرة هناك من يتبعنا تقترب المقاتلات بسرعة سأحاول أبعادها نحو اليمين نحو اليمين انتظر أتوجه إلى الغيوم للاحتماء أسرع يا كلاوس فهم يقتربون هيا هيا أصبح بشوارنا تقريبا باختفائها بين الغيوم لم تعد المقاتلات مقاتلات تمثل خطرا نجح هروب هابلين بفضل سرعة ورشاقة طائرته يونكلز 88 صنعت أكثر من 9000 من هذه القذفات أما هذه التي وجدت في قارب حيرة نرويجية وترمم الآن في أوسلو فهي آخر طائرة باقية في العالم من نوع يونكلز 88 أصلية بالكامل يستكشف المؤرخ الجوي جوتورم فيلشتاد هذه الطائرة النموذجية حسنا ها هي يونكلز 88 بمقدمتها الأشبه بعين الخنفساء التي جعلتها علامة مميزة وحجرة الطاقم الصغيرة والضيقة جدا كل هذا لأنهم أرادوا لها أن تكون قذيفة سريعة أي شنيل بومبر لتسبق مقاتلات العصر ذاك ما أودى بهيكلها المصنوع من الألومنيوم لأن يكون انسيابيا وضيقا لم تكن التباشيم تسقل عادة في ذلك الحين لكن الألمان سقلوا كافة التباشيم وذلك بغية الحصول على هذا الجسم الانسيابي الذي سيتحرك بسرعة 580 كم في الساعة يونكلز 88 متعددة لاستخدامات على نطاق واسع أيضا بنيت عدة إصدارات لها من ضمنها المقاتلات الليلية قاذفات التربدات والمستطلعات وفي الوقت نفسه يمكن تعديلها بسرعة لتحمل كافة أنواع الحمولات المختلفة كان الطيار يجلس في هذه المساحة وسيكون المدفعي في مكاني وراء الطيار رشاش خلفي يدير نظام الراديو بأكمله في الأسفل يوجد الرشاش البطني وكان الألمان يسمون هذا المكان فراش الموت فالاستلقاء هناك خطير جدا حيث ستكونون معرضين للنيران الأرضية بثلاثة مواضع للرشاشات فقط تعد يونكلز ذات دفاع خفيف وتعتمد بدلا من ذلك على السرعة والرشاقة والاختراع البارع تحتوي جهازا مميزا يدعى راوخ جيرات وهو جهاز دخاني يصب الزيت على المحرك ما يجعله يصدر دخانا كثيفا ثم يحول الطيار الطائرة إلى وضعية السقوط فتبدو كأنها قد أصيبت إنها خدعة ذكية مجرد أداة واحدة مبتكرة من أدوات قمرة يونكرز واحدة منها تشبه وضعية الطيار الألي تسمح لها بالقذف من زوايا شديدة الميلان إذن ما يفعله الطيار هو ضبط الارتفاع الذي يريد للطائرة أن تعود فيه إلى استوائها وعندما تبدأ بالانقضاض يرفع هذه الذراع فيتحول نظام الطائرة بأكمله إلى الوضعية الآلية تحت الأجنحة تنتد جنيحات مكبحية لإبطاء نزول الطائرة يفتح باب مخزن القنابل ويحول المحرك إلى الوضع العاطلي من العمل تصل سرعة الطائرة أثناء الانقضاض إلى 580 كم في الساعة لذا تقلب شفرات المروحة ما يفطئها لمنعها من الدوران بسرعة كبيرة وإلحاق الأذى بالمحركات وبمجرد الوصول إلى الارتفاع المطلوب تطلق القنابل وتخرج الطائرة من وضعية الانقضاض آليا النظام مهم جدا للطاقم لأنه أثناء الانقضاض العميق وعندما تخرج الطائرة من وضعية الانقضاض ستتولد قوى جاذبية كبيرة وقد يفقد الطاقم وعيه هجمات لوفتفافا مدمرة خلال أول يومين من بارباروسا حطموا ما يقارب ألفي طائرة سوفيتية معظمها على الأرض أكبر قوة جوية في العالم قد أبيدت تقريبا في نوفمبر من عام 1941 بدأت قوات الألمان البرية بأول هجوم لها على ميناء السيفستبل السوفيتي الشديد التحصين يواجه طيار القذفات أمثال كلاوس هابلن في الجو تحدياً مع العدد الكبير للمدافع المضادة للطائرة في الميناء لا أستطيع تحريك قدمي أو يدي يكتشف هابلن أنه أصيب في ركبته اليسرى وأنه ينزف تستطيع القيادة؟ عليك أن تربط قدمي إلى دواسة القيادة اربطها بأحكام لا يزال قادراً على توجيه الطائرة بقدمه اليمنى ومن حقيبة الإصعافات يتناول هابلن مسكناً وجرعة كبيرة من مشروب مخدر للألم وبعد أربع ساعات تقريباً يهبط بأمان كان هروباً محظوظاً على الرغم من القصف المستمر تماسك الدفاعات سيفاستبل ولا أسوأ أن هجمة الألمان الخاطفة على كامل الجبهة الشرقية التي بلغت قرابة ألف كيلو متر داخل الأراضي السوفيتية تتباطأ الآن نحو ركود تام يواجه الجيش الألماني حرباً طويلة ومضنية ويفتقر كثيراً إلى الموارد وخصوصاً الوقود في ربيع عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين يضع هتلر خطة لاحتلال حقول النفط السوفيتي الرئيسية في القوقاز لكنه يصر أيضاً على ضرورة التخلص من سيفاستبل أولاً باعتقاده أنها شوكة في خاصرة تقدمهم الجنوبي ترفع لوفتفا فعتبت جهودها كي تعزل ميناء المدينة عن العالم الخارجي وتستعد للهجوم الجديد يمضي كلاوس هبرلن الذي استعاد ليقته في طريقه إلى القاعدة البحرية الروسية في القوقاز المليئة بالسفن التي تمد الجيش الأحمر في سيفاستبل ضرب أهداف صغيرة كالسفن سيكون اختباراً لقدرة القذف الانقضاضي المميز لطائرة يونكرز حددوا مواضع الهجوم استعدوا للانقضاضي عند إشارتي علم ننقد الآن بوجود سفينة ناقلة ضمن مجاله الناري لا يمكن لهبرلن أن يطلق القنابل إلا بعد أن تطلق القذفات الأممية قنابلها أثناء ذلك تبدأ مضادات الطيران بالإطلاق بهدوب بهدوب أطلقت القنابل دخلت المكابح الهوائية أستعيد التحكم إصابة موفقة إصابة مباشرة إنها عملية قذف انقضاضي مثالية دمرت فرقة هبرلن أربع غواصات إضافة إلى السفينة ناقلة وألحقت أذن بمدمرة أخرى تضيق الأنشوطة الألمانية التي تسعى إلى خنق الحياة في سيفاستبل المحاصرة أكثر الثاني من يونيو لعام الف وتسعمائة واثنين وأربعين حاصر الألمان سيفاستبل لسبعة أشهر خلال الأيام الأربعة المقبلة يطلق الألمان أكثر من اثنين وأربعين ألف قذيفة مدفعية بينما تنزل لوفتفافا خمسمائة وسبعين طن من القنابل في يومها الأول فقط تمسح القوى النارية المطلقة على سيفاستبل المدينة بسقوط الحصن في أيدي الألمان يتقدمون باتجاه غنائمهم من حقول النفط القوقازية لكنهم يكتشفون عند وصولهم أخيرا أن الوقت متأخر جدا فقد أشعلها الجيش الأحمر وتبين أن معركة سيفاستبل كانت عديمة الجدوى بامتدادها فوق طاقتها على لوفتفافا استهداف الصناعات السوفيتية لكن المصانع بعيدة عن متناول القاذفات الألمانية منذ نجاحه مع HE-111 كان إرنست هانكل يعمل مع فريقه على قاذفة بعيدة المدى من عيار ثقيل وهي هانكل HE-177 كي تحقق متطلبات وزارة الطيران المتشددة عليها أن تحمل طنين من القنابل لمسافات شاسعة لكن عليها أيضا أن تقذفا قضاديا كمثيلتها ستوكا الأصغر والأكثر رشاقة تحقيق هذا المزيج شبه مستحيل عندما يخبرك النازيون أنهم يريدون شيئا فعليك أن تفعله بشكل ما لكن هذا يعني إعادة هيكلة جسم الطائرة بالكامل بغية تحقيق المدى السرعة والارتفاع المطلوب تحتاج قاذفات هانكل إلى قوة أربعة محركات لكن أثناء القذف الانقضاضي قد يمزق الإجهاد الناتج من المحركات الخارجية الأجنحة لذا يصل هانكل محركين معا ستغذي أربعة محركات الآن مروحتين فقط لإنتاج تصميم أكثر بساطة ومتانة لكن كان لتموضوع المحركات الجديدة علة كارثية فهي تولد حرارة مكثفة أدرك الجميع على الفور أنها كانت فخا مميتا وعرفت باسم النعش الطائر في الواقع شهد غورينغ واحدة منها تقلع ثم تنفجر في الجو على الرغم من خيبة أمله وافتقاره إلى الوقت الكافي لتصميم طائرة جديدة من الصفر ظل غورينغ متمسكا بالقاذفة المعيبة والقليلة منها التي نفذت عمليات في سماء روسيا فشلت في إحداث أي أثر في أواصل الحرب فقد هتلر ثقته بغورينغ وبدأ بتوجيه عمليات لوفتفاف بنفسه آخر خطته كانت استهداف ناقلات المحيط الأطلسي لحرمان بريطانيا موادها الأساسية التي تحتاجها للاستمرار في الحرب ومفتاح خطة هتلر هو سلاح جديد عجيب التوربيد الجوي يحمل بالطائرات يسقط في الماء ثم يدفع نحو هدفه بواسطة محرك داخلي يتوجه توني بولارد إلى منشأة اختبار التوربيد الفائقة السرية على ساحل بولندا الشمالية في بحر البلطيق في بداية الحرب العالمية الأولى كان الألمان متخلفين عن الباقين في تصميم التوربيدات الجوية المسقطة وفي عام 1941 أثبتت معارك بريطانيا ضد سفن بيزمارك واليابان ضد ميناء بيرل الأهمية التكتيكية لهذه الأسلحة ولهذا السبب في عام 1942 أسس الألمان نطاق اختبار فائقة السرية للتوربيدات تلوح هذه المنشأة في أفق البحر وكأنها مشهد من فيلم لجيمس بوند هذه الجزيرة الصناعية ذات البرج الذي كان الهدف منه مراقبة أطلاق التوربيدات وواضح الآن أنه مهجور تتموضع كتلة الإسمنت والفولاذ هذه على نحو استراتيجي بعيدا من مدى قاذفات الحلفاء تطور هنا لوفتفافا وتختبر محركات التوربيدات وتضبط تقنية إطلاقها من هنا كانت تطلق التوربيدات من القنوات إلى البحر محركاتها متصلة بها ثم تنفصل عنها في ذروته كان هذا المكان يطلق مئتي توربيد في الأسبوع يعمل هنا ألف شخص في كل من هذا البناء وعلى اليابسة كله فائق السرية ولذلك اختاروا له هذا الموقع في البلطيق كل ما تبقى منه هو هذا الهيكل الإسمنتي البارز من البحر لكن الغريب في ذلك هو التوثيق الشديد لهذه العملية سجلت كل عملية إطلاق قياس للعمق البعد المدى عمل المحركات صورت كل عملية إطلاق بصور ثابتة ومتحركة كل التجهيزات العلمية تصدر تسجيلات لابد أنه كان هناك أرشيف هائل والغالبية العظمى منه قد أتلفها الألمان في نهاية الحرب لأنها كانت فائقة السرية يحاول المؤرخون الآن اكتشاف ما يمكنهم اكتشافه من القليل الذي تبقى لكن هذا الهيكل هذا الموقع الأثرية هو مصدر معلوماتنا الرئيسي الآن منذ بدايته في العام الف وتسعمائة واثنين واربعين أنتجت ألمانيا أكثر من عشرة ألاف توربيد جوي قبل نهاية الحرب لكن إسقاط هذه الحمول المميتة مثل تحديا بالنسبة إلى لفتفافا مشكلة إسقاط التوربيد من الطائرة تكمن في حاجتكم للإبطاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر